السلام عليكم جميعا. كيف الحالة والاخبار? اهلا اهلا. كيف الحال؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله كل اموركم تمام. اهلا اهلا. وعليكم السلام. اهلا جنة كيف حالك؟ شو اخبارك؟ انا الحمدلله تمام. تمام التمام. اللي حاب يخبر اصحابه يخبرهم طيارة طيارة طيارة. لانه يعني هيك دقيقة دقيقتين عشان تقريبا نبلش رسميا بالحصة ان شاء الله تمام. هاي ابواب بعتلكم لينك اللايف تبعنا. فايحة بده يخبر اصحابه يخبره طيارة. اه الله يعرفيك يا زيد. منوري بوجودكم. اخدوا كوبي للينك اللي نبعه. ويبعثوا للاصدقاء اللي انتو حابين يشاركوا معنا باللايف. تمام؟ كيف حالكم؟ مثلا بحبكم كمان. اهلا سالوه. ما في صوت. انا الكل سامعني. عبدالرحمن تأكد. يعني بتاخد ضلك ضغط عليه وشوف شو بيصير معك. تمام؟ ايش احنا اخد اليوم؟ رح نكمل بالدرسة التانية ان شاء الله. كيف بنقيس الضغط وشو الالات اللي نستخدمها. وبتوقع نوصل لنقيس الضغط المواقع المحصورة. بتوقع وصلتوها بالمدارس. اهلا وسيم. يعطيكم العافية جميعا. بخير دعمك بخير طبعا. تمام الحمد لله. الصوت مظاهر عندي. اه. اكد هيك. اصطلالة نوتفيكيشن. انه مسموح تفتح الاوديو ولا لا. بتوقع من هناك بتكون المشكلة. كلا. بنوري بوجودكم. انا الحمد لله تمام. اموري كله تمام تمام. احسن وحدة تشرح الفيزياء. ان شاء الله اكون احسن وحدة تشرح الفيزياء. احنا بدنا نبلش بوحدة تانية. اوكي. بل المدرسة تمام. انا كتير كويسة. ان شاء الله اكون كويسة. هلأ كمراجعات. انا صعب نعمل مراجعات. بس على اليوتيوب. ان شاء الله بتلاقوا كل فيديوهات تبعتنا تمام. ربنا يسعدكم انتم الحبوبات. اوه جابت فل بشهر الاول. مبارك. سلسبيل ما اتوقع. لسه مش عم بطلع. بس اتوقع انه سلسبيل. اوكي. اللي مش مخبر اصحابه حابب يخبره. طيارة يبعث. مشان نقدر نبلش هيك بعد شوي صغير تمام. نستغل الوقت اللي عندنا اياه. هلأ بالنسبة للأسئلة او حلول مثلا. حابين هيك حل شكل سريع اجاوبكم عليه. او مثلا سؤال بالمرة ما كان راضي يزبط. وكثير بيستعجرين عليه. ممكن من خلال الأسبوع تبعتوا على الجروب تبع المركز أبواب. وبجاوبكم عليه. من خلال كومنتات او شي زي هيك. بصور لكم الحل. بكتب لكم اياه وش زي ك. تمام. انا جيت بامتيحان فيزياء. علامة كاملة. شكرا لك كثير. حلو. شكرا لتركيزك. اوكي. الجروب هاي نبعت لكم اللينك تبع الجروب تبعنا. ومبارك لأي حدا فلال. وانا مبسطة جدا كثير انه في ناس مضبطة. حتى لو كان لكم اسئلة بسيطة ابعتوا على نفس الجروب. تمام. ما لك لسه ما استلمت وراء. يلا ان شاء الله تكون فل. احنا هيكا بالدرس التاني هلا راح عملكم مراجعة سريعة للي خدناه مورا الماضية. وبعد هيك منطلق وبنكمل بالدرس. تمام. شو اللي الجروب؟ الجروب على الفيسبوك موجود. واذا مش على الفيسبوك انه عندكم اسئلة ومش ما عندكم فيسبوك او ما عندكم انترنت خلال الاسبوع. ممكن تبعتولي من خلال الفورم اللي ببعتولكم اياه من نهاية اللايف تبعنا تماما. ان شاء الله بيجيب فل يا عبد الرحمن. من غير ما انت فمسامحتك فيها. جلنا ما تخاف ان شاء الله انت حانك بكون سهل ولطيف. اوكي. مين معنا باللايف واول مرة بيحكي معنا. واول مرة بيشوفنا واول مرة بيجرب. اوكي يارا. للاس. عبد الرحمن مش اول مرة. مالهك؟ كلكم اول مرة هلا صرتو. في اسم جديد. اوكي. هلا وسهلا. ان شاء الله كلكم بتفللو. تمام. اوكي. احكيكم بشكل سريع عني وعن شو اللي بنعملو احنا حاليا بهاي الطريقة تمام. ما تنسوا طبعا تبعتوا لاصحابكم. بتوقع النوع لما العدد بلاج يستقر. اوه. ابعتوا لاصحابكم. خاصة اوزافي جداد. اشنا قادر اعرف عن حالي. تمام. اوكي. اوكي. اوه. انا اسمي مس نادين خليل. معلمة فيزيا للصف التاسع والصف العاشر. بالبثوث تبعت ابواب. تمام. ببعطي. نحكي رؤوس اقلام للدروس اللي احنا بناخدها بالمدرسة. بخصوص الفيزيا. بنعمل مسابقات. بنربح حيانا بطاقات ابواب. وزي هيكا. هلا كشرح تفصيلي احنا ما بنشرح شرح تفصيلي تفصيلي. ليش. لانه عنا موجود بمنصة ابواب. فيديوهات كاملة فيها كل اشي بنا نحتاجه. تمام. فانا بشرح رؤوس اقلام بجاوب على اسئلكم. هذا الهدف الرئيسي بشكل عام من البث تبعنا. تمام. نهاية البث ببعتلكم فورم. ممكن تقيموا فيها وقت الحصة. بشكل عام رأيكم عن الحصة وزي هيكا. واخر الفورم تبعنا بيكون في عندي مكان ممكن اسأل اي سؤال. انا حابة اسأل المس. وبقدر اجاوبكم اياه من خلال لايف الجاي. تمام. هلا واحدة من الشغلات. اهلا خلينا عمل بالاول شير سكرين. هلا دقيقة ان شاء الله بيطلع لكم. واحدة من الشغلات اللي بععتوا لي اياها من خلال الفورم. انه في طالبة حابة نحل معكم من مثال واحد وعشرين. كنتوا والله هيكا محتارة احله ولا ما احله. بس رح احله معكم ان شاء الله اليوم. اه في طالب او طالبة بدهم يشوفوا وحدة الكثافة. اه كيف طلعناها. وهلا على طول ان شاء الله. بنشوف كيف طلعنا وحدة الكثافة. اه ثالث شي لاحظتم من الشغلات المهمة كاسئلة. اه القوانين صفحة 12. هلا احنا بصفحة 12. شو عملنا. اشتقينا اه قانون. تمام. تمام. من خلال مجموعة قوانين ثانية. هلا في معلمات واسادة بيحبوا ان الطالب يكون متمكن من هذا الشي. ويعرف كل اشي بالتفصيل. فبيكون مطالبين فيه. في معلمات لا. واسادة بيحبوا انه ايش. الجواب النهائي او المعادلة النهائية اللي احنا بنستخدمها للحل. هي اللي معتمدة. فبيحكوكم اي اشي قبل انسوه تمام. هلا من خلال الفيديوهات الموجودة على اليوتيوب ان شاء الله. ممكن تفتحوه على الجزء اللي انا شرحت فيها صفحة 12. تشوفوا احنا شو عملنا وكيف استنتجنا القانون تابعنا. اه واسأل الاستاذ او المعلمة تبعتكم انه هل لازم نعرف بالتفصيل كل الشغلات. ولا بس المعادلة النهائية. فهذا الاشي بيعتمد على المدرسة والاستاذ تبعكم تمام. اوكي. في حد تاني مواجه هيكا. اه مشكلة بالصوت. ولا صوتي واضح؟ لا واضح تمام. ما عدت المشكلة بيكون عن طالب واحد. تمام؟ اوكي. وفي سؤال نوعا ما كان غريب وصعب اني اجاوب عليه هيكا بالتفصيل. واحدة من الاسئلة كانت بدهم بالظبط شو نوع الروابط بين المواقع. هلأ بالظبط شو نوع الروابطة وكاسم بحس صعب لانه عنا يعني مواقع كتيرة وطريقة ترتيب المادة فيها بتختلف عن الشغلات التانية فما في انه جواب انه واحد اعطيكم اياه. وكتفصيل كتير تفصيل مش مطالبين في فا اعملوا من هذا الناحية تمام؟ هلأ بدي اجاوب السؤالين هاي كلهم بيحكوا نصوت واضح. بس بدي اجاوب كمشي سألتوني اياه من خلال الفوم تابعنا. اول شي عن موضوع وحدة الكثافة. انا بعرف انه الكثافة شو تساوي اللي هي رو الكتلة على الحجم صح؟ اوكي ولما بقيس الكتلة بالس ايونت الواحد المتفق عليه دوليا بقيس الكتلة بوحدة كيلو جرام والحجم متر تكعيب. ليش متر تكعيب؟ اتخيلوا مثلا لو عندي مكعب تمام؟ شو حجمي المكعب؟ الضلع تكعيب صح؟ والضلع الواحد بيكون وحدته متر. لما يكون تكعيب بيصير الوحدة تبعتي كمان ايش؟ متر تكعيب. فعشان هيك الوحدة تبعت الكثافة كنتيجة نهائية ايش؟ تكون كيلو جرام على متر مكعب. تمام؟ اللي هي وحدة الكتلة على وحدة الحجم. وحدة الكتلة كيلو جرام ووحدة الحجم متر تكعيب. تمام؟ هاد بالنسبة لواحد من الاسئلة اللي نسألنا. السؤال الاخير اللي راح احكي عنه هلأ. اللي هو المثال صفحة 12 وهلأ راح نحله ان شاء الله مع بعض تمام؟ راح اجل اسئلتكم اللي ضايلة لبعد المثال مش هنبعدو نقدر ننجز. تمام؟ هاي بالنسبة لللينكات عم بنبعتلكم لينكات اللايف ولينكات الجروب. اوكي. تمام تمام. معتها اللي خلونا نشوف المثال رقم اربعة. ايش طالب مني؟ اوكي. بس اتفرج على المثال رقم اربعة. بلاحظ انه رسملي على الشمال باروميتر زئبقي. تمام؟ حتى ممكن هلأ مثلا بشكل سريع نحكي شو اللي عملنا. هلأ انا عشان اقيس الضغط محتاجة اجهزة عشان عد رئيس الضغط الجوي تمام؟ الجهازين اللي بيحكوا عنهم كتابي نوعين. هاي اللي قياس. الضغط الجوي اللي هي بي نود. تمام؟ عندي الجهاز الاول هو باروميتر زئبقي. اللي حكينا عنه مورا الماضية واللي هلأ رح نكمل مثال بخصوصه. الجهاز الثاني رح يكون اسمه باروميتر فلزي. ورح نجيب استيرته ان شاء الله اليوم تمام؟ يعني انا عندي جهازين عشان اقيس الضغط الجوي. باروميتر زئبقي وباروميتر فلزي. هلأ فيه شغلة تانية رح استخدمها كجهاز بس مش اقيس الضغط الجوي. عشان اقيس المائع المحصور. القياس المائع المحصور. سواء كان غاز او سواء. بس بالعادة رح نستخدم الغاز احنا. رح نستخدم جهاز المانوميتر. تمام؟ يعني هذا بشكل عام هيك صورة من بعيد. احنا بالدرسة التانية شو بنعمل؟ عشان اقيس الضغط الجوي بنستخدم الجهازين. باروميتر الزئبقي ودرسنا بالتفصيل وهلأ رح حل مثال عليه. تاني مثال عليه. وتاني جهاز اللي هو الباروميتر الفلزي. او باروميتر اللاسائي اللي بدنا بنحكي التفاصيل عنه. فيه عندي جهاز تاني بقيس مش الضغط الجوي. بقيس الضغط المائع المحصور. لو كان عندي غاز محصور. وبدأقيس الضغط تبعه. بستخدم جهاز اسمه المانوميتر. اللي بيحب هيك ياخد سكرينشوت سريع للشكل هاد. ان هيك الصورة العامة للدرسي التاني بيكون جدا لطيفة لكم. تمام؟ اللي رفعين ايديهم هلأ صعب اني اجاوب غير لما اخلص المثال تبعي. مشانا قدر ننجز. تمام؟ سكرينشوت سريعة. طيارة. اللي اني رحمحي هلأ. اوكي. تمام. اليوم رح نكمل عن الباروميتر الزقبقي. الباروميتر الزقبقي اذا برضو متذكرين. هاي هيك تلخيص سريع سريع للي حكينا مرة الماضية. اوكي. الباروميتر الزقبقي. الزقبقي. بقيس للضغط. تمام؟ وكان كنت بقدر اطلع الضغط بوحدتين. يا بوحدة باسكال. يا بوحدة سانتيمتر. الزقبق. تمام؟ هون بكون ارتفاع الزقبق تبعي. بالنسبة لسطح الزقبق التحت. تمام؟ يعني كان عندي الرسمة بهاي الطريقة. كان عندي هون زقبق. وكان عندي هذا الانبوب. هذا الانبوب قديش الارتفاع تبعه؟ مقدار الارتفاع بوحدة سانتيمتر. كنت احكي والله ما عاته الضغط تبعي. مثلا ستة وسبعين سانتيمتر زقبق. تمام؟ فانا هون الارتفاع تبعي اللي هو الـ لازم يكون بوحدة سانتيمتر. تمام؟ اما بالنسبة للطريقة الثانية. كنا نحكي انه عندي نقطتين. لنفرض انه عندي نقطة اسمها A. هاي نسميها A. ونقطة تانية هون اسمها B. الضغط عند A نفس الضغط عند B. ليش؟ انهم التنين على مستوى افقي واحد. تمام؟ لما اتفرج على A بلاحظ انه فوق A بس عندي ضغط جوي. فبحكي معاته الضغط فوق A عبارة عن ضغط الجوي اللي انا بدي احسبوه. شو رح يساوي عندي؟ الضغط فوق B. هون بما انه عندي فراغة ما في عندي ضغط. بشوف الارتفاع هاد عند B فوق B بالظبط. وبستخدم القانون درسته بالدرس الاول هي رو جي اتش. تمام؟ بهاي الطريقة بيطلع معي الضغط بوحدة باسكال. هاد شي جدا مهم. وملاحظة تانية انه هون الارتفاع تبعي بيكون بوحدة متر. مش سنتيمتر. تمام؟ اللي بحب ياخد سكرينشوت سريع برضو لهون. ياخد. واللي عنده سؤال يكتبه عشان اقرأ مثلا. اوكي. خايل. اللي عنده السؤال يكتبه لها كتابيا عشان قادر اقرأها تمام؟ وخد سكرينشوت سريع برضو هادا زي تلخيص للبروميتر الزقبقي. وباي وحدة ممكن يطلع معي الضغط. قصيش اللي ما فهمته بالظبط. البثوث كلها محفوظة بتكون نازلة على اليوتيوب ان شاء الله. تمام؟ قصي اول مرة بتحضر معنا؟ اوكي. لما اهلا وسهلا. لما جديدة معنا ولا كيف؟ اوكي. قصيك كونه اول مرة بتحضر معنا. طبيعة تحس حالك انك ضايع. طبيعة جدا 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 جدا. اه على اليوتيوب ان شاء الله. بتكون نازلة. اه كل حصص اللي انا عطيتها. في الأسبوع الاول. بتوقع في ثلاث فيديوهات يفترض ان شاء الله بكونوا نازلين. واليوم رابع فيديو. تمام؟ اه بعد ما تحضر الفيديوهات. قرر فهمت ولا ما فهمتش عن اللي حكيته اليوم. تمام؟ اوكي. حلو جدا. هيك حالينا موضوع اه قصي. اوكي. وفيك من حدا جديد هلا بعرفكم عن حالي. اوكي. امتحان يوم الخميس ان شاء الله تكونوا ازبطوا. جانا هيكا. الامور مش معقدة ولا شي. بس شوي شوي عرواء. وخذي سكرينشوت للي انا حكيته. وان شاء الله كله بكون سهل. تمام؟ اوكي. للي اجداد معنا اول مرة عم بيحضروا. معنا اللايف. تمام؟ اه اليوتيوب شانل تابعتنا ان شاء الله. رح نبعت لكم اللينك تابعون من خلال البث. اه اي حدا جديد معنا بالبث. انا اسمي ميث نادين خليل. معلمة الفيزياء. بدرس تاسع وعاشر. على اه مركز ابواب. تمام؟ كل اسبوع بيوم السبت. من ساعة واحدة للساعة. اتنين ونص. عنا بث لصف تاسع. منحكي فيها عن الفيزياء. ما بيكون فيها شرح تفصيلي دقيق جدا جدا جدا. لانه في فيديوهات كافية وفي موجودة على منصة ابواب. انا شو اللي بعمله. باش رح هيك رؤوس اقلام من بعيد. بشوف الامثلة اللي مش كتير فاهمينها. ام. مشان ايش. نادر نفهم الفيزياء اكتر ونحبه بطريقة اكتر. تمام؟ منهاية البث تبعنا بنبعت لكم الفورم. هذا الفورم بيكون موجود عليه خانة. واحدة من الخانات المهمة. تكتبوا اي سؤال خطر ببالكم وما قدت اجابكم يا من خلال البث. او مثلا حبيني احكي فيه بيلبث الجاي. تمام؟ احضري يا اللي لا ست بدك هذا البث. وبعدين ترجعي تحضري البثوث الجاي. الماضي بالاحرى. وبتوقع ان شاء الله بتفهمي معي هون. تمام؟ تمام تمام. بس مش جديدة. اوكي. اوكي. هلا بالنسبة لتاتع فيه كلام بين وبينكم. شواء الله عن مخصوص المسابقات. بس خلينا نخلص المثال هات. تمام؟ اوكي رح اسكر الشات هلا. اوكي. مشان نقدر نبلش بالمثال تعنا. تمام؟ اوكي. هلا. اوكي. اللي مش ما اخد سكرنشوت تحت طيارة ياخد سكرنشوت. مشان نقدر نكمل. اوكي. هلا نشوف المثال تبعنا هات. شو اللي بده منا. وشوي شوي من بلش فيه. وان شاء الله الأمور بتكون كلها مرتبة. وتمام. ولطيفة تمام. حلو جدا. اوكي. 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 لما بده اتفرج على المثال تبعي. بحكي لي انه استخدم باروميتر الزئبقي المبين في الشكل المجاور. لقياس الضغط الجوي. انا بعرف اصلا انه الباروميتر الزئبقي بيستخدمه عشان نقيس الضغط الجوي. ونستخدمه عشان يقيس بمنطقة موجودة على سطح الأرض. يعني هو مش موجود على جبل. ولا موجود بشي وادي. لا موجود على سطح الأرض تبعي. تمام؟ معتمدا على البيانات المثبتة على الشكل. بدي اجب عنا ثلاثة أفرع ليلو. اول اشي بده ياني احسب الضغط الجوي في تلك المنطقة. اول ما يحكي لي بده ياني احسب الضغط الجوي في تلك المنطقة. بعتبر انه بده عن طريق. ايش؟ وحدة باسكال تبعي. تمام؟ لو انه بده ياني سنتيمتر زئبق. وقتها شو بيحكي لي؟ انه تكون وحدة الضغط تبعتي سنتيمتر زئبق. تمام؟ اوكي بده ياني احسب الضغط الجوي. نحكي هلا بشكل سريع عن اللي حكينا. عندي هون نقطة اسمها اي. وعندي هون نقطة اسمها بي. صح؟ الضغط فوق اي. هي نفسها الضغط الجوي. اللي هي بي نود. تمام؟ والضغط فوق بي. اللي هو ضغط المائع هاد. اللي اخدناه بالدرس الاول. هاي ضغط بي. شو يساوي رو جي اتش. تمام؟ وبنتبه هون انه الاتش تبعتي لازم تكون بوحدة متر. ما بدل استخدم هذا القانون غير لما تكون الاتش تبعتي بوحدة المتر. ممتاز. الضغط تبعة الاي تساوي الضغط تبعة بي. ليش؟ لانه السائل تبعي اللي هو الزئبق ساكن. فبتفرج على المستوى الافقي بلاحظ انه مستوى اي. نفس مستوى بي معاته الضغط اللي بتأثر على الاي. نفسه الضغط اللي بيأثر على بي. يا قيمة تمام؟ فوق اي حكينا عندي الضغط الجوي اللي هي بي نود. فوق بي حكينا ايش؟ هذا القانون اللي هي رو جي اتش. فبنزل القانون تبعي هيا رو جي اتش. وبنتبه ملاحظة مهمة ان الاتش تبعتي بوحدة المتر. طيب بدي اشوف انا فوق البي تبعتي. قديش الارتفاع؟ هون ضروري اركز كتير 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 منيح. انه اي ارتفاع انا رح استخدم. بلاحظ انه هاي اقصى ارتفاع وصل الزئبق. وهاي مستوى سطح الزئبق تبعي. معناته كل هاد عبارة عن الاتش. صح؟ حلو جدا. عشان اقدر اطلع الارتفاع تبعي اللي هو هاد. طيب اذا الارتفاع كل هاد المنقط من هون لهون. عبارة عن واحد متر. وانا بدي الاتش هاد. ومعطيني انه الفراغ تبعي ربع متر. كيف بطلع وقتي هالارتفاع تبعي؟ بحكي الاتش تساوي الواحد متر كاملة. اللي هي كل هاد. بدي اشيل منها الربع متر اللي هو هاد. بشيل منها هاد. بيضل عندي ايش الارتفاع تبعي اللي هو اتش. فبحكي واحد ناقص ربع. وراح تساوي عندي وقتها قديش؟ خمسة وسبعين بالمية. والوحدة متر. هاي معطيني اياها بوحدة متر. وهون متر تمام؟ هيك بكون انا طلعت شو؟ الارتفاع تبع المائع تبعي فوق النقطة بي. هلا بروح بعوض. بحكي والله الضغط الجوي وقتها كيف بيطلع معي؟ نرجعها اسود. اوكي. وقتها بشوف الضغط الجوي اللي انا بدي احسبه. اللي انا بدي احسبه تساوي. رو اللي هي كثافة الزئبق. بتفرج. بلاحظ ان هو معطيني كثافة الزئبق ضمن المعطيات. 13.6 ضرب 10 قوة 3. والوحدة كيلو جرام لكل متر تكعيب. يعني مش محتاجه اي تعديل تمام؟ بروح بمسك الرقم بحطه. 13.6 ايه 13.6 بعشرة قوة 3. ضرب هاد خلصنا منه. ضل هلا الجيل هو تسارع سقوط الحر. باعتبره انا عشرة متر لكل ثانية تربيع. تمام؟ ضرب الارتفاع تبعي اللي هو قديش؟ 75 بالمية متر. تمام؟ يعني بس عوضت بالقانون تبعي. اللي هي الكثافة مضرب بجي مضرب بأتش. الكثافة تبعتي اللي هي 13.6 مضرب بأتش قوة 3. ضرب الجيل تبعتي اللي هي عشرة. ضرب الارتفاع فوق نقطة بي. اللي هي 75 بالمية. تمام؟ حللي إياها هو وطلع معي الأرقام بعد ما ضربها. واحد. هاي بيطلع معي الضغط الجوي بعد الضرب. واحد فاصل صفر اتنين ضرب عشرة قوة خمسة باسكال. وكان بالعادي أصلا بيحكيلي إنه الضغط الجوي يساوي تقريباً واحد مضرب بعشرة قوة خمسة. تمام؟ فهيك بهالطريقة طلع معي الضغط الجوي من خلال المعطيات اللي أنا عندي إياها. تمام؟ هلا راح ننتقل اللي بعده بس بدي أشوف إزا فيه حدا عنده سؤال. بدي نزل إيدين اللي حالياً رافعها. أي حدا عنده سؤال باللي حكيته هلا؟ تاندرا سامعتيني؟ اه ميس. اه عندك سؤال؟ مس هسا ب المسح لنا يعني حلت لنا اياها الطريقة غير شوي. بس تواني اصول للكشاب. طيب فاهمي الطريقة المسح لتلك اياها. يعني اه وهاي الطريقة كمان هاي اسهل. طيب انت اختري الطريقة السهلة بالنسبة لليه. والنتيجة بالأخير نفسها. تمام? تمام تمام. اوكي. اه جنا تحكي مس لازم اعمل هاي القطوات. ايش القطوة اللي ما عجبتك بالزبط. ما بزبط خلاص اعود واحد. لا هلأ. انا بدي اوصل انه الرقم بيطلع معي واحد بعشر قوة خمسة. بدي اشوف كيف هيطلع معي هادا الرقم تمام? لانه بيختلف معي الضغط الجوي على حسب. انا وين موجودة? على سطح الارض? على جبل? على البحر ميت مثلا? تفرق تمام? هلا بسمع. مس هسه ام دقيقة شوي. ايج هم في سؤال هيكو? اوكي. دائما الكتابة بتكون توتاش فاصل ستي بعشرة قوة ثلاث. انا بما اننا عم بستخدم الزئبق. وبالباروميتر الزئبقيي انا بستخدم الزئبق. فهه رح يكون تلتاش فاصل ستة بعشرة قوة ثلاثة. وهذا بكون معطى بالسؤال. تمام? اوكي. هلأ بخصوص الناس اللي مش فاهمين بتوقع اللي حكيتولي انه ما حضرتوا البث اللي قبل. فاحضروا بالاول فيديوهات موجودة على اليوتيوب وان شاء الله بتكون الامور كلها تمام. اوكي هاي الجنة صار امورها كلها تمام. اوكي. هلأ انا بالاخير آخر الارقام باتخدم من الالة حاسبة عشان اضرب تلتاش فاصل ستة بالخمس وسبعين من المية تمام? المس ان شاء الله في حال جابتلكم السؤال او الاستاذ. بكون الارقام هيك بيحاولوا يخلوها الوطيفة بطريقة اكتر مشان ما انت ستصعبوا من ناحية الارقام تمام? اوكي. نشوف. جنة. جنة عن شو سؤالك? جنة سمعتيني? جنة سمعتيني? اه سمعتك. عن شو سؤالك? اتاكد من شغلي بس. اه بس كادا لازم يطلع الجواب مضروب يعني ضرب عشرة قس خمسة صح? لازم يطلع معي الجواب هيك? مش هيك يعني يطلع معي الرقم مضروب بعشرة قس خمسة. هلأ طالما عسطح الارض بتوقع انه بالعادة اه بضرب عشرة قوة خمسة بس بمعنى عسطح الارض فراح يكون عندي رقم تقريبا واحد بعشرة قوة خمسة. بس مش دائما حسب تمام? مم تمام. هس احنا عنا اه تلتاش فاصل ستة مضروبة بعشرة قس ثلاثة. مم. وعننا العشرة طاعة الجي اللي هي دائما ثابتة. طبع عندي عشرة قوة اربعة. العشرة الاخيرة. العشرة تانية من حرك الفاصلة بعد ثلاثة من طلع منها عشرة صح? العشرة الاخيرة من خلال ضرب تلتاش فاصل ستة مو تضرب خمسة وسبعين ممية. اه بنقدر نحرك الفاصلة لعند بين الواحد والثلاثة من طلع منها عشرة. اوكي بتنحطيها اه اللي هي بتصير واحد فاصل ستة وثلاثين صح? صح. مطلع من عشرة. مضروبة بعشرة. بالزبط بطلع معيك عشرة قوة خمسة. والارقام اللي ضلت لما تضروبيهم بطلع معيك اه واحد فاصل سفر اتنين. تمام? تمام. اهلو جدا. اوكي نشوف عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل عبد الرحمن. مس هلا عندي انا مس سؤال بها. في عندي سؤال بالصفحة سبعتاش. بسؤال الثالث. صفحة سبعتاش? اه. عشان علنا بتحان بالماد درس الاول. طب انا اليوم مش مجاهزيته. بس خليني اشوف بشكل سريع عن صفحة سبعتاش اي سؤال قصدك. هيا شوي. اوكي بصفحة سبعتاش. اي سؤال من الاسئلة? اه كيف طريقة الحل? لانو حليت على الاستاذ. اه حكالي كل حلق غلط انه فيه تحويل واحد. اي واحدة من الاسئلة? بتاع شغلة انت حضرت معي البث الماضي. اربع بصوص احضرتكم معي. بس بيه طريقة. طيب. وفهمتلي عن اللي حكيته انا بالبث الماضي? اه. فل ممتاز لانا حليت اغلب الاسئلة معكم صح او لا? صح او لا. فممكن تلاقيه على اليوتيوب ان شاء الله. وهلو حاكد على نفس ابواب انه يكون منازلة الحصة تبعتنا. تمام? تمام. وان شاء الله بتكون مستقصة بها ان شاء الله تمام? وزا لسه عندك اي سؤال تاني من خلال الفورم? عشان ما ادل ارجع الوراء كتير كتير ونضيع حالنا هلا نشتت. تمام? تمام يا نفس. تمام تمام. اوكي. اوكي اوكي اوكي. ام. من اول فصل موجود كل شي ان شاء الله رح يكون على اليوتيوب. تمام? هشوف هلا الناس ام. اوكي بده اشوفي حسين. وبعدا رح اكمل. حسين سامعني? حسين يبدو بعلم اخر فان بتزديه على الاقل واحد يجاوب. هلا بشوفكم من كان. احمد سامعني? وعليكم السلام. قضل. هسا لو بدل ما كان انه واحد بوينت صفر اثنين ضرب عشر اوص خمسة. بنقدر ان نخليها عشر بوينت اثنين ضرب عشر اوص اربعة. اه. صح. بيطلع نفس الجواب صح? بيطلع نفس الجواب صحيح. ما بيطلع نفس الجواب صحيح. ما مش غلط عادي صح? يا تكري عافية. الله يعافيك. اه منار ان شاء الله بجاوب عليكي بس اخلص الفرع البعده تمام? اوكي. خلينا انا نشوف الفرع اللي بعده. فرع اللي بعده. خلينا نستحب الاول هاي الاشكال عشان يبين موطوع اي اكتش. الفرع اللي بعده شو بده? بده يعني احسب الضغط عندي النقطة اي. لما اتفرج عندي النقطة اي شو بلاحظ? انو في عندي فوقي مائع. صح ولا? لا. اللي هو هاد. هاي عندي النقطة اي. وفي فوقي مائع. معناته الضغط عند النقطة اي. رح تكون ضغط المائع اللي موجود فوقه. تمام? هاي ضغط طبع اي. رح يتاوي عندي رو جي اتش. رو هي كثافة الزقبق. جي هي تسارع سقوط الحر تقليلون تاوي عشرة. والاتش طبعتي انا هلا بدي اشوف قديش الارتفاع هاد. تمام? بما انو بدي فوق النقطة اي معاته انا هاي الاتش تبعتي هالمرة. ضروري اعف احددها. هاي من نقطة اي لا عند تطح الزئبق. شو بلاحظ? انه اым اوكي الارتفاع كل هاد قبل شوي ان ابراه حسبته طلع معي خمس وسبعين بالمية متر صح? طيب بدي اشيل منه هاد اللي هي اربعة بالعشرة متر بطلع معي قديش الارتفاع تبعة ال E. يعني هاي ارتفاع تبعت ال E تساوي عندي خمس وسبعين بالمية اللي قبل شوي حسبتها اللي هو كان كل هاد الارتفاع تمام ناقص قديش 4 بالعشرة او 40 بالمية متر بيطلع معي وقتها قديش 35 بالمية والوحدة متر نجع نعيد اللي حكينا هلا انا بما انه بدي احسر بالضغط هو ايه معاته انا الارتفاع طبعي هادا اللي بهمني اللي هي هاي لقيتش تبعتي تمام قبل شوي لما حسبت انا الارتفاع كان عندي كل هادا تساوي 75 بالمية تمام وكاتب لي بالسؤال انه من عند ايه لبداية السطح تبعت الزئبق تحت 4 بالعشرة معاته بحكي 75 بالمية اللي هي كل هاد ناقص 4 بالعشرة اللي هي كل هادا عشان يعطيني ايش الارتفاع تبعت المائع فوق ال ايه تبعتي بيطلع معي 75 بالمية ناقص 40 بالمية يعني 35 بالمية تمام اوكي بروح انا بعوض على القانون تبعي اللي ابشوي كتبته انه انا ضغط المائع فوق نقطة اي تساوي عندي هايها الضغط فوق اي رح تساوي عندي رو جي اتش رو اللي هي كثافة الزئبق 13 فاصلة 6 مضروب بعشرة قوة 3 هاي كل هالكثافة ضرب جي اللي هي عشرة ضرب ال اتش اللي هي قديش 35 بالمية والحسبناها قبل شوي تمام يعني بضرب هذا الرقم 3 ونص لما اضرب عشرة ضرب الرقم فيه فاصلة بحرك لليمين فبطلع عندي 3 ونص ضرب 13.6 ضرب اللي هي ايش عشرة قوة 3 بضربهم على جنب وبيطلع معي وقتها الرقم كالتالي هاي هاي حسب لي هاو صارت جاهزة 4.76 مضروب بعشرة قوة 4 باسفل تمام الارقام مش كتير لطيفة بضربهم على جنب او باستخدم بالآلة حاسبة يعني اذا كان الارقام زي هيك مش يعني مش كتير لطيفة شوقتها باستخدم بالآلة حاسبة او بحكي للاستاذ وقتها ممكن اقرب وبصير اقرب بالارقام تمام اوكي يعني بالفرع الثاني طلب مني الضغط فوق النقطة اي وقتها بتفرج انا شو في عندي فوق ال اي بلاحظ في عندي مائع كيف بطلع ضغط النقطة بداخل مائع بحكي رو جي اتش الرو كثافة المائع اللي فوق اي الجي تسارع سقوط الحر والاتش قديش مقدار الارتفاع فوق النقطة اللي انا بحسب ها تمام هلا بس اخلص النقطة التالتة عشان اقدر اشوف شو في عندكم اسألة تمام اوكي جي مش بحكي لماذا يحدث لارتفاع عمود الزئبق في الانبوب عند استخدام الباروميتر لقياس ضغط الجوي عند قمة الجبل هلا بما انه انا كنت بالاول على سطح الارض توقع هاليش رسمته بالبث الماضي انا هيني على سطح الارض وطلع وقتها والله عندي ضغط معين اه نفرض اوكي اعتبروا هاد عبارة عن الباروميتر الزئبقي وكان الارتفاع تبعي هالأده تمام لما يكون على الجبل رح يكون عندي الضغط اقل فوقتيها الارتفاع تبعة الباروميتر الزئبقي رح يقل تمام ليش الضغط على الجبل اقل من الضغط على سطح الارض هاي ضغط على سطح الارض بيكون اكبر من الضغط على الجبل تمام لانه بيكون وقتها وزن العمود هنا اكبر من وزن العمود على الجبل بالنسبة لمن؟ للغلاف الجوي اللي أنا بدرسه هذا الحكي طبعا حكيناه بمرة الماضية هيك بيكون الأمور كلها تمام بالنسبة للمثال تبعي وهالي راح أشوف الأسئلة تبعدكم أوك اليوم بما بتوقع نوصل الأسئلة لوحدة وبدي صراحة بعد ما نخلص طبع اليوم تكتبوه بالفورم هل انتوا حابين نحل الأسئلة وأسئلة لوحدة للمرة الجاي ولا كيف تمام مشان نعرف بث الجاي شو نعمل فيه يمكن نبلش بالوحدة الجديدة أوكي هاي في ناس صارت تجاوب صح وقتها إنه بقل طول الزئبق بالأنبوب تمام برافو أوكي خليني هلأ أشوف الناس الرافاعدة راح نزل هالطيارة اللي عنده سؤال باللي أنا حكيته هلأ يفاعدة أوكي ثانية كلهم شباب هاي محمد سامعني اللي بده أسئلة زيادة موجودة على منصة أبوب نفسها أهلاً محمد بس ممكن تسرح لي سؤال اللي هو صفحة سؤال صفحة خلونا خلونا ما ليتشتت كتير يعني إحنا بالترتيب تمام إذا إشي عن إشي شرحنا زمان تحضرون من خلال اليوتيوب كان صعب أن أظلني أرجع العيد أي إشي هلأ ولأ قدام في عناك سؤال بالمثال هذا لا لا هذا مفهول خلاص تمام خلاص ممتاز نساش تحضر البثوث تمام 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 أي حدا رافع إيدي هلا بتوقع منه يسأل عن المثال اللي هلا حكيته تمام نشوف ابتسام ابتسام سمعتيني سمعاني تسام نشوف معاته سيف سيف عن شو سؤالك مس هست عندي مسي الجيل مس دائما بتكون عشرة الجيل هي تسارع سقوط الحر بالعادة بتكون عشرة عشان تكون سهل حسابيا الأضاء كرقم هي بتكون تسعة فاصل تمانية بس الأستاذة أول معلمة بيحكو لك أنه اعتبر تسارع سقوط الحر اللي هو جيل عشرة متل كل ثانية تربيع وبالعادة بحطوها عشرة تمام يعطيك العافية الله يعافيك أوكي أوكي ما بعرف شو الاسم سامعتيني أو سامعاني يبدو غير رأيهم ما في مشكلة نشوف حمزة أي حدا عنده سؤال بالمثال يرفع إيتي اللي ما عنده سؤال بهذا المثال يمنسل إذا حمزة سامعني آآ آآ يمس سامع عن شو سؤالك عن التمرين يمس اللي بواعد وعشرين تمرين صفحة واحد وعشرين اللي هو أنا هلا موجودة فيه تمام هلا بنشوفه تمام نشوف حالتاني أي حدا عنده سؤال بالمثال اللي أنا هلا حليته بالمثال أربعة مرح عندك أي سؤال أي حدا خلص سؤاله برضو ينزل إليه مرح كلها مشغولة خصايا اللي كان مواجهة معنا خصايا سامعني آآ السلام عليكم وعليكم السلام آآ مثال أربعة الخطوة الثانية عند تحريك الفاصلة هاي مفهمت أي واحدة بالضبط اللي هي بعد ما آآ آآ بعد أن تحرك الفاصلة تمام أنا ما حلت بالأرقام بالتفصيل أنا بدها آلة حاسبة تمام بس لما تفرج هنا عندي الرقمين هدول ألتك صح؟ اللي هي عشرة ضرب خمس وثلاثين بالمية لما أضرب عشرة برقم فيه فاصلة بحرك الفاصلة بعدد الأصفال اللي عندي إياها بما أنه عندي عشرة أس واحد يعني عندي بس صفر واحد بحرك الفاصلة تبعتي لليمين بمقدار واحد فبيصير عندي الرقم بعديها ثلاثة ونص تمام تمام وضحة الأمور آآ وضحة رجعها فيها الله يعافيك أوكي أنا بدي أشوف إذا في حد عند السؤال باللي حملنا ومش فاهم من ناحة الضغط آآ جود سامعتين يا جود أوكي أحاول بحنزل إدعكم كم مرة أي حدا عنده سؤال باللي هلأ حكينا لهو مثال رقم أربعة يرفع إذا بالمثال أربعة يكون السؤال لما سمعاني أهلا أهلا عن شو سؤالك أهلا أسأل لو هو يعني ما أعطى لو ما أعطى نشو عيدي سؤالك نعطى شوي لو ما أعطى نشو لما اختفت أنا بحاول أشوف أسألتكم بشكل سريع هلأ مراجعة للوحدة رح يكون صعب لأننا ننجز بالدرس الثاني وهذا رح أحيل تمرين صفحة 21 ألف حتى بعض عن هذا التمرين لما تقدري اكتب سؤالك كتابيا عشان نقدر نعرف شو السؤال تبعك تمام عم بحاول ما أكرر الأسامي كتير أوكي طيبة سامعتيني أي حدا عنده سؤال بمثال رقم أربعة يبعت وحاول أكتبه كتابيا بيكون أفضل كمان عشان أشوف شو بشكل عام تمام طيبة شكرا غيرت رأيها هلأ رح نحل المثال التمرين صفحة 21 حاضر يا تالة حاضر عم ما أخذكم ببيست أوكي أي حدا عنده سؤال بخصوص مثال رقم أربعة يكتبه كتابيا عشان أشوف شوما ينزدوا إيديكم ويبعتوا كتابي حمزة عن شو سؤالك اكتب كتابي ما رح أخليك لقدام بس خلينا خلينا عشان نشوف بشكل سريع أي حدا عنده المثال رقم أربعة فيه شي مش مفهوم يبعت شو اللي مش فاهمه بالظبط رح نحل تمرين هلأ صفحة 21 أكتب من حدا طلب أوكي هلأ شرح تفصيلي جاعد من أول مثال رقم أربعة صعب رح أحكي بشكل عام لو تفرش على السؤال من بعيد بلاحظ أنه بدو إياني كان أول شيء أحسر بالضغط بالمنطقة تابعتي لما يحكي لي بدو الضغط بالمنطقة تابعتي وقتها باستخدم هذا القانون اللي هي رو تبعت الضغط الجود تساوي رو جي اتش وبشوف قديش الارتفاع تابعي هاد عشان أعوض الاتش تابعتي وطلعت معي 75 مية وعوضتها بالقانون تاعي وطلع معي الضغط الجود تمام ثاني شيء طلب مني أحسب الضغط عند النقطة اي لما طلب مني أحسب عند النقطة اي وقتها بدي أتفرج قديش الارتفاع تابعي فوق النقطة اي يعني بدي شوف قديش هذا الارتفاع طيب إذا كان عندي كل هذا عبارة عن 75 بالمية الارتفاع بشيل منها الاربعة بالعشرة متر بيطلع معي الجواب بالارتفاع تابعي 35 مية وعوضها على الطول بالقانون تابعي ما خلقته بدرس الأول اللي هي ضغط النقطة بداخل مائع يساوي رو جي اتش عوضت الأرقام ضربتهم ببعض وطلع معي الجواب تمام آخر فرع حكالي شو بيصير عندي للارتفاع تابع عمود الزئبق بنقون بوب إذا استخدمت هذا البروميتر عند جبل مرتفع جدا الارتفاع تابعة الزئبق تابعي رح يقل تمام هذا بشكل سريع تلخيص اللي حكناه لحد هلأ آآ أوكي آآ دائما بيعطيني معطيات آآ اللي هي الكثافة وهالأشياء بالعادة بلا آآ بيعطو وإذا ما كان معطي بيكون بداية الامتحان تابعي بيكون حكيه لأنه الكثافة هالأداء أو بيكون معطيني كل معطيات مع عادة الكثافة تمام أوكي آآ يارا كمان شو رح أسمعك بعد التمرين مسهلا لو ما أعطانا الاتفاع بس لو أعطانا الفراغ هم نقدر نعرف إنه الباقي خمسة وعشرين مية بدون ما نحسب ما فهمت علمك كثير لو ما أعطانا الارتفاع بس أعطانا إنه الفراغ أوكي أعطاني الارتفاع كامل واحد متر أوكي لو ما مش عم بفهم عليك بالمرة أشوف إذا لما أنا سمحت لك إنك تحكي فإذا بتقدري تحكيلي بالضبط شو اللي أصدق عنه غيرت رأيها لما أوكي أوكي أسئلت واحد اليوم صعب نوصلها خلينا هلا نركز على التمرين سابعنا أوكي تمام بالتمرين تبعي شو بيحكيلي بدو إياني أحسب طول عمود الزئبق بأنبوب باروميتر يعني أنا هالمرة الـ H أنا عندي إياه مجهول الارتفاع تبع الزئبق تبعي مجهول استخدم فيه منطقة البحر الميت لقياس ضغط الجوي تمام وإذا كان الضغط الجوي في تلك المنطقة هلأد مية وتمانية فاصل التمانية كيلو كيلو يعني بيعشرة قوة ثلاث والوحدة بسكال مرة ما دي قلتلكم إياها لما يكون عندي كيلو بسكال بشيل الحرف الكي وبحط بدالها عشرة قوة ثلاث تمام طيب على طول بكتب القانون تبعي الضغط الجوي الضغط الجوي رح يساوي عندي رو جي اتش هاي الضغط الجوي تساوي عندي رو جي اتش الضغط الجوي ماعطيني إياه اللي هو مية وتمانية فاصل تمانية بعشرة قوة ثلاث رح تساوي عندي الكثافة بيكون معطى بالسؤال اللي هو نفس كثافة الزئبق اللي ماعطيني إياه هون 13.6 بعشرة قوة ثلاث فرح أكمل ايه 13 فاصل 6 بعشرة قوة 3 ضرب الجي اللي هي تقريباً عشرة ضرب الـ H تمام؟ بروح بختصر هنا عشرة قوة 3 بتروح مع عشرة قوة 3 بالطرفين بيظل عندي عشرة مضروب ب13.6 تساوي 108.8 هاي بدها آلة حاسبة بس ها عيد ترتيبها لما عيد ترتيبه هون بيطلع معي هلا بالأول هيك 108.8 تساوي 13.6 ضرب عشرة 10 ضرب 13.6 قديش 136 راح أشطب وقته 136 هاي 136 تمام؟ بقسم الطرفين على 136 بيطلع معي قديش الارتفاع وأنا هلا راح أحسبه تقيقة بس أوكي 108.8 أقسيم أوكي طلع جواب 8 بالعشرة استخدمت الآلة حاسبة طلع معي جواب 8 بالعشرة والوحدة متر شو بيلاحظ؟ بالعادة قبل لما كان عندي ارتفاع الزئبق كان 75 بالمية أو أقل من هيك لما نزلت للبحر الميت صار عندي عمود الهواء أكبر صار عندي الوزن الهواء أكبر فصار عندي ضغط أكبر فلازم يكون ارتفاع تبع الزئبق تبعي أكبر وطلع معي 8 بالعشرة متر تمام؟ همتوا اللي أنا عملتوا؟ هاي نتفرج عليها من بعيد كان معطيني طول العمود تبعة الزئبق اللي هي الـ H أي شيء تاني أوكي سوري كان بدياني أحسب طول عمود الزئبق تبعي اللي هو H هو الوحيد كان مجهول وبالنسبة لباقي المعطيات كان أنا عندي إياها تمام؟ هاي بتفرج عليها بشكل سريع كان معطيني الضغط الجوي كان معطيني الكثافة هذا الكثافة بيكون معطف ما بيكون هيكا في السؤال تمام؟ والـ G بعرف إنها عشرة متر أكل ثاني تربيع بيضل عندي الـ H هي الوحيدة ما لها مجهولة تمام؟ عوضت بالأرقام طلع الضغط عند البحر الميت 108.8 بعشر قوة ثلاث تساوي الـ R اللي هي الكثافة عوضتها ضرب G ضرب الـ H تمام؟ اختصت من الطرفين عشر قوة ثلاث ضل عندي أرقام كالتالي 108.8 تساوي 136 H قسمت الطرفين على 136 طلع معي الارتفاع 8 بالعشرة متر تمام؟ أوكي برافو لكم تساوي رطيف الجيل ضربتها مع 13.6 يعني كان 13.6 ضرب الجيل هي عشرة حركت الفاصلة مرة واحدة لليمين صارت عندي 136 تمام؟ بالنسبة للناس اللي بتعاني من ناحية الأرقام ممكن تحلوها بأي طريقة بتناسبكم بتحبوا تفكوا الأسس بتحبوا تتركوها زي ما هي زي ما بتحبوا تمام؟ بتوقع بعد ما عادتها بشكل سريع صارت الأمور أوضح صح؟ هلأ بالنسبة للسؤال نزلت لكم إياه على الفيسبوك نزلت على الجروب تابعنا سؤال اللي هو كان مفترض يكون مسابقة وربحكم بطاقة بطاقة أبواب داقة بس طبعاً ما حدا جاوب على السؤال فرح أخليكم اتحدوها لبالبث المباشر تمام؟ رحكت بالسؤال كمان مرة هون بس دقيقة هكذا أوكي السؤال نزلت على الجروب تابع مركز أبواب بالصف التاسع تمام؟ هل رحكت بالكم السؤال وأول واحد بيجاوبه صح رح يكسب إن شاء الله رح يكسب وقتها إن شاء الله بطاقة أبواب بس دقيقة بس دقيقة أشوف إذا بدر أبعط لكم اللينك تبع السؤال بل كتان هيك ألطف كيف تدخل على الجروب تفتح الاسبوك تبعك بنبعط لكم اللينك تبع الجروب وبتجاوبوا على السؤال تبعنا أنا خبرتكم عن الجروب من قبل ليش لعله مش فيه؟ عد هناك أنا بحب إنه إذا عندكم أي سؤال ما لحقتني أسألكم أو شيزي هيكة ممكن تسألوني من خلاله أوكي أكثر من حدا بحكي أنا مش مفوت هنا على الجروب هل رح أبعطه هنا إن شاء الله بس دقيقة طيب بس ثانية هاي بلاشت الناس تعمل لايك لإلهم أوكي رح أبعط رابط السؤال هلا اللي بيجاوب أول حدا بالبث هنا هو اللي رح يربح معنا تمام بس دقيقة عشان أبعط من اللي لسه ما شافش هاي نعم بقبل الناس الجديدة هاي الرابط بعدت لكم إياه وصلكم الرابط هاي جانا موجودة بالجروب طيب وين التفاعل أوكي هاي نعم بحاول يقبل أي حدا بيحاول يفوت بالجروب حاليا أول حدا بيجاوب صح بيكتب معنا بطاقة أبعط تمام وهذا رح نحلم ببعض طبعا أوكي وسام بتوقع أني قبلتك قبل شوي هاي نعم بقبل أي حدا بفوت أوكي للي ما عنده فيس أوكي بحكي السؤال يهودا استخدم مباروميتر زئبقي لقياس الضغط الجوي بالمناطق A, B, C فكان ارتفاع عمود الزئبق بالمنطقة A اكتبه بسرعة 700 مليمتر بالمنطقة B 75 سنتيمتر والمنطقة C 690 مليمتر بدي يعني أحسب الضغط الجوي في المناطق الثلاث بوحدة سنتيمتر زئبق وبدي أحدد أي وحدة من هالمناطق فيها أقل ضغط جوي يعني بالأول بدي أحسب قديش الضغط الجوي بوحدة سنتيمتر زئبق بعد هيك بدي أحدد أي وحدة من هذول التلاتة في عندها أقل ضغط يجاوبوا على نفس البث المباشر عشان إيش عشان شوف أول حدا بيجاوب صح ركز بالسؤال بدي يعني أول إيش أحسب الضغط الجوي بالمناطق الثلاثة بعدين بدي يعني أحدد شو أقل ضغط جوي الارتفاع هاي نحكته بالارتفاعات الارتفاعات تبعت العمود الزئبقي كان بالمنطقة A وركزه بدي 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 ستمية وتسعين بوحدة سنتيمتر زئبق ايه قديش الضغط عند بي هدول كان جوي بدحي أحاول بيكم زئبق هذا الشي كتير ضروري كتير ضروري ترجمة نانسي قنقر اوكي اوكي شبعين قطاع البس بس ابوه بمتبع معكم اتخفوص اوكي هاي اني عم بحاول اشوف الاجابات اللي هلأ غلط زعلتوني هاي اني عم بحاول اشوف الاجابات اللي هلأ غلط زعلتوني هاي اني عمال شير سكرين اوكي هاي عملا شير سكرين للسؤال التابعي عندي ثلاث مناطق الارتفاع تبعة العمود الزئبقي كان عندي منطقة اي سبعمية مليمتر عندي البي خمسة وسبعين سنتيمتر عندي السي ستمية وتسعين مليمتر بدأ لك انها مليمتر تمام بدي اياني احسب الضغط عند المناطق الثلاثة عند المناطق الثلاثة بوحدة سنتيمتر زئبقي بدي اركز انه سنتيمتر زئبقي تماما بعد ما احسب الضغط بوحدة سنتيمتر زئبق بدي اشوف اي واحد انا دول ثلاث مناطق فيهم اقل ضغط جوي الاجابات اللي راح اشوفهم اوكي حبيت الصدمة تبعت الناس له انه كيف الاجابة غلط هانا عم نحاول نشوف مع ابواب اي اجابة صحيحة اوكي دانيا برافو انك عم بتجاوبي صاحب الجروب بس بدي تكتبيه اللي برضو الضغط عند كل منطقة تمام في عنا السؤال هاي قدامكم عندي ثلاث مناطق ارتفاع عمود الزئبق كان فيه 700 ملي متر عند A 75 سنتيمتر عند B و 690 ملي متر عند C تمام بدي احسب كل الضغط بوحدة سنتيمتر زئبق بدي اركز بهذا الموضوع لانه فيه ناس عم بتحول لمتر وانا بدي بوحدة سنتيمتر زئبق تمام وهين عم بشوف ابواب امتبع معكم محمد عم بتحول للمتر انتبه انتبه يا محمد هلا دعني اول واحدة جاوبت على الجروب صح بس نسي تكتب الارقام هلا رح هحل السؤال معكم طبعا محمد صح في ناس بحكول عن اعلى منطقة طب انا بس اسأل عن اقل منطقة محمد صح دانيا بتربح ايه معنى بلس مش راضي يكتب الأرقام إذا ما بعدت ما بتربحيش معنا أنا بدي الأرقام لأنه بدي أشوف هل صح ولا لا أكتر من حتى عم بيجاوب أقل ضغط صح بس أنا مش شايف الأرقام يعني هاي الأرقام لازم تكون بهذا الشكل فأي حدا بيجاوب صح أنا عم بشوف الواحد عم تستخدموه غلط أنا كتزعلتوني صراحة إبعتوا الأرقام على البث يس بدي أشوف بدي الضغط بالسنتيمتر زقبق أيني عم بحاول أشوف بشكل سريع الأرقام لحد هلأ ما حدا بعد كامل عم تختار المنطقة صح بس الأرقام غلط لسه ما حدا تجاوب الأرقام صح أوكي الجنة كتبة 2 صح الثالث غلط جنة ضبط الرقم الثالث عشان يزبط وبتوقع قبل المجاوبة صح أشوف سيارة حدا يزبط جنة أوكي مختارة صح جنة الأقل شي بس الرقم الثالث غلط الكل عم بيغلط بالرقم الثالث جنة ركزي 690 مليمتر أنا عم بشوف طرق عجيبة أوكي برافو أوكي جنة بعتي لنا الرقم تبعك لأنك بعتت الأرقام صح وبعتي قبل شوي الأقل ضغط صح تمام مس ممكن المايك بدك تشكري أهلك في المايك مش مهم هلأ بنحاول نشوف الحل تبعنا منرتب الأفكار وكله بيكون تمام تمام للأسف يعني فينا جاوة صح بس تأخروا والله زعلت في ثلاث جنة أنا ما باعف أي واحدة الجنة ارفع إيديك شنعارف مينتي أحمد حليمي جوابك صح بس للأسف أنه تأخرت دانيا كان جوابك صح بس كنت أستنى الأرقام زعت والله يمكن نفسي تربحي أوكي نشوف جنة أعطيك مع أبواب هلأ بهاي بعت أبواب إنه بده الرقم تابعك حابت برا في الألحادة محتاج هذا الاشتراك طيب تواصلي معنا ست أبواب تمام تمام أنا خايفة دانيا المشكلة حرام أنا نشوف أبواب إذا نربح دانيا إنه دانيا كانت بتجاوب صح إذا دانيا محتاج الاشتراك طهية هدية من جنة آه إنه أنا برافو برافو خلص معاته هلأ بناخد هاي دانيا ما تتعليش آه جنة راضتك بعتين يا دانيا رقمك معناتها تمام شكرا جنة عفوا عفوا أوكي هايك دانيا مش زعلانة ولا جنة زعلانة تمام آه بس دانيا ضروري جدا تبعتين لأبواب الرقم تبعك مشانك ربحتي معنا تمام آه دانيا تحكي لك شكرا يا جنة أوكي هلأحكي لكم شكل سريع احنا كيف حالينا السؤال تبعنا تبع المسابقة ودائما نكونوا مسح صحيحين معنا مشان دائما تربحوا معنا تمام هلأ أول إشي أنا أي مكان فيه مليمتر تمام وطالب مني الضغط بوحدة سنتيمتر زقبق بروح بقسم الرقم تبعي على عشرة فلما أقسم الرقم تبعي على عشرة بيكون عندي سبعين سنتيمتر وقتها الضغط عند بيكون سبعين سنتيمتر زقبق تمام عند بي كان عندي السنتيمتر جاهز الارتفاع تبعي كان خمسة وسبعين سنتيمتر فبأخذ الخمسة وسبعين بتركها زي ما هي وبكتب سنتيمتر زقبق عند بلاحظ انه الوحدة مليمتر زقبق الملي تبعي معناته أنا بدي أقسم على عشرة مشان يصير سنتيمتر فبيكون وقتها قديش ستمية وتسعين تقسيم عشرة بتروح الصفر مع الصفر بيصير عندي جواب تسعة وستين سنتيمتر زقبق بتفرج عليهم التلاتة بلاحظ عند A الضغط سبعين سنتيمتر زقبق عند B خمسة وسبعين سنتيمتر زقبق عند C تسعة وستين سنتيمتر زقبق مين أقل رقم فيهم بلاحظ عند C معاته عند C هي أقل الضغط تمام مفهوم شو اللي عملنا تي ناس كان بتحول للمتر حشان هيك كان جواب غلط أنا بدي بسنتيمتر زقبق معاته لازم تكون عند الارتفاع بوحدة السنتيمتر أي حدا ما ربح معنا هالمرة ما يزعل لأنه في مرات جاي إن شاء الله ودايما نكونوا مسح صحين معنا حلو أوكي أشوف شكل سريع الأيات دي مشان نقدر نحكي عن باروميتر الفريز اليوم لو هيك بشكل سريع أوكي نشوف قصاي وهلا بشوف لين أو إسراء إسراء سامعتيني إسراء سامعتيني مراح السلام عليكم وعليكم السلام واتفضل لمراح مسح عند لما شرحنا أول إشي بتشرح بمثال صفحة ستة وعشرين بتاع المانوميتر هلأ شوف كيف 26 صعب نقبل ليش فأنا اليوم راح أكمل معكم للبروميتر في اليزي تمام مو 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 تمام اللي وصف حثتوا عشرين صارة كتير طاير وكتير بعيد ماشي بس عادة جاوب ألي اللي بدو يغادر هاي بورهان ابتدى تحضر تبعنا البث إن شاء الله على اليوتيوب تمام هاني عم بحاول أشوف إذا في حد عنده أسئلة لما يحكينا بسنتيمتر لسنتيمتر تتركيه هاي ما هي إذا بدو إياه أحسب الضغط أنا عم بحاول أشوف بس كتير رفعين عديكم دي مرة حكيت أنا أي حدا ما بسمع صوته بالبث سامحوني لأنه صعب إني أجاوب الكل مرة حنا فكرتك خلصت عشان هيك نشوفت إخوانك مشاركين معنا أحمد عن شاست وقالك أحمد غير رأيه أوكي رح نزل إيديكم كلياتكم أي حدا عندي سؤال باللي إحنا حلناها هلأ بالبث في المباشر مع بعض احكولي أحمد الثاني ألو عن شو سؤالك يا أحمد بس بس ثواني لأنني أنا هسا فتت على الحصة وكنا طلعين طب مش مشكلة بترجع تحضر الفيديو تابعنا بعد أسبوع تمام تمام بس بس بدي أسألك هسا سؤال على السريع عن شو عن لي حكنا آه هسا تمام شو بس ثواني بالمثال اللي حلناها مع بعض هلأ أو السؤال الخارجي لا المثال اللي حلناها مع بعض هسا اللي هو أتحقق 22 اللي أتحقق أي صفحة 22 اللي كنا فتحين عليه هسا آه أنا لسه ما بلشت في 22 أنا فوق دعا لا لسه طيب خلص شكرا العفو أوكي رحكي بشكل سريع أنه في ناس ما فهموا شو اللي عملنا إحنا بالسؤال الخارجي تمام أوكي أنا كان معطيني ارتفاع الزقبق طبعي بوحدة مليمتر بوحدة سانتيمتر وطلب مني قديش الضغط بوحدة سانتيمتر زقبق سبعمية قسمت على عشرة بطلع معي سبعين سنتيمتر عند بي كان سنتيمتر جاهز خمسة وسبعين سنتيمتر فما في هاي مشكلة عند سي كان ستمية وتسعين مليمتر بقسم على عشرة مشان يصير عندي الوحدة سنتيمتر بتصير عندي تسعة وستين سنتيمتر بروح بمسك الرقم هاد بحكي الضغط عند هاي المنطقة هالأده سنتيمتر زقبق عند الـ A سبعين سنتيمتر زقبق عند الـ B خمسة وسبعين سنتيمتر زقبق عند الـ C تسعة وستين سنتيمتر زقبق يعني كلهم كان بوحدة سنتيمتر وزقبق لأنه عم بستخدم الزقبق طبعي تمام أي رقم فيهم أقل رقم معاته هذا أقل ضغط أنا عندي بهذه المنطقة مثلا لحظت أنه C أقل رقم عندي 69 مقارة بالباقي معناته الضغط عند C هو أقل ضغط جوي موجود عندي تمام هذا بشكل مقتصر للي حكينا أنا بدي أحكي بشكل سريع عن باروميتر الفلزي تمام هو مش حكي غيرها الفقرة بعد هيك إن شاء الله مرة الجاي بنروح بنقيس الضغط المائع المحصور أنا كنحابة اليوم بس للأسف ما ضبطت معنا أنا زي ما حكيت لكم أنا ببداية البث تبع اليوم إنه أنا عشان عائس الضغط الجوي اللي هي P-Node بستخدم أكتر من جهاز في عندي كتير أجهزة واحدة منهم باروميتر الزقبقي اللي حكينا عنه اليوم والمرة الماضية الجهاز الثاني اسمه باروميتر فلزي تمام الباروميتر الفلزي هاد إله اسم تاني اللي هو باروميتر لاسائلي لإني ما بستخدم فيه السوائل مش زي باروميتر الزقبقي استخدمت فيه الزقبق تمام يعني أنا عشان عائس الضغط الجوي عندي جهازين حكي اللي عنه بالكتاب الباروميتر الزقبقي وحلينا بما فيه كفاية عنه والباروميتر الفلزي اللي هلا هحكي لكم عنه باروميتر الفلزي إله اسم تاني اللي هو باروميتر لاسائلي ليش اسمه باروميتر لاسائلي لأنه ما بيستخدم السوائل لا مي ولا زقبق مش متل باروميتر الزقبقي اللي استخدمناه بمرة الماضية تمام الباروميتر الفلزي اللي هحكي لكم عنه هلا بيستخدمه كتير وشائع أكتر من باروميتر الزقبقي لأكتر من سبب أول إشي لأنه حجمه صغير تاني شي سهل اللي أنقوله تمام هاي موجودة عندي أنا هون اسمه التاني هاد مهم تاني شي إنه بستخدمه بالنطاق واسع مقارنة بالباروميتر الزقبقي بحكي لأنه حجمه صغير وسهلني أنقله وأحمله تمام الجهاز جدا صغير بادل أخدمه وأحمله معي أما الباروميتر الزقبقي لأنه فيها الزقبق وسائل فيها شوية غلبة بالنائل تمام أوكي الباروميتر الفلزي بيحتوي على غرفة فلزية مفرغة من الهوازي ما وجدت عندي هون بالشكل تمام بداخله أنا بلاحظ في عندي نابض جو هاي الغرفة الفلزية بتكون تقريبا مفرغة من الهواء بس مش تماما يعني مش فرق فرق تماما حلو وعندي هذا النابض ليش أنا بستخدم هذا النابض مشان يصير في عندي سهولة بالحركة بيكون وقتها بقدر يتمدد وبقدر يتقلص حسب الضغط الجو الموجود حوالين هاي الغرفة تمام هلأ في حال كان عندي ضغط خارجي عالي يعني ضغط كبير رح ينضغط عندي هون ضرور الركز بيكون ضغط عالي حوالين الغرفة الفلزية هاي بتضغط على الغرفة تبعتي ووقتيها شو بيصير عندي بنتقل حركة تبعتي الرافعة هاي للتدريج والمؤشر وبيقرأ لي ووقتيها قديش الضغط لما يكون عندي ضغط عالي بينزل عندي الغرفة للأسفل وبيكون ضغط ماله مرتفع أما لما يكون ضغط قليل لا بيزيد وبيطلع لفوق تمام ووقتيها بيقرأ اللي الضغط تبعته بيكون الضغط قليل تمام حلو جدا هاي عم بحكي لي هون كتير مهم أول إشي ليش موجود عندي النابض لعشان حسب الضغط الجوي الموجود حوالي هاد الجواب تبع انه ليه عندي ضغط النابض بداخل هاي الغرفة وفي حال زاد الضغط الهواء بنخفض السطح العلوي يعني بيزيد الضغط معاته هذا السطح رح ينزل لا تحت تمام بيضغط عليه لما يضغط عليه بيروح بيحرك لي بالرافعة والمؤشر وبيقرأ لي القراءة تبعتي في حال كان عندي ضغط قليل وقتها بيرتفع للأعلى في حال ضغط قليل بيرتفع تبعتي السطح للأعلى وبرضه بيحرك من الرافعة وبيحرك بالمؤشر وبيقرأ التدريج تبعي تمام هو هذا الشيء الوحيد اللي حكي لي عن باروميتر الفليزي وبطريقة لطيفة وبسيطة قيمتوا باعف انحكيتك بشكل سريع لا لا اعلم هيدا اوكي ام ضغطي صفحة واحد وعشرين اوكي في حاب دي اخذ سكرينشوت لصفحة واحد وعشرين في عنا هاد اشي مهم وهلا كمان شاي بصور الفوق خدي سكرينشوت سريعا من شان كمان شاي نتقل الفوق همت بشكل سريع هلا شوي صغير وبنخلص اوكي مرة حسن اوكي وهاي سكرينشوت للي فوق للي افوأ اوكي هلا بنشوف خد شمال ها خد رافع ايديكي هده هده عن شو سؤالك حاسة في شي مش فاهمتي منار ارفعي ايديكي وقتها انا بقدر اختارك عشان شو تجاوب تمام يبدو هده ما بده نسأل اوكي لعفو هاي منار ها خليكي تجاوبي الباروميتر مفهمتي هلا بحكي كمان مرة بشكل سريع وطريقة لطيفة انا كنت خاف ما اللحق بس انا منيح منار عندك سؤال بس مش عم بتشارك اوكي هلا بحكي بشكل سريع اللي حملنا سؤال خارج لما قسمنا على عشر لو اعطانا مليمتر على كم لازم نقسم عشان نسير المتر اه لو كان معطيني مليمتر وبدأ حوله للمتر بضرب بعشرة قوة سالب ثلاث بس لانه انا وقتيها بالسؤال الخارج كنت حابة يصير سانتيمتر مش متر قسمت على عشر تمام اكتبها الملاحظ هيك على جنب شما تنسيها ما في المايك اوكي ما في مشكلة طيب هلا رحححكي لكم هيك بشكل سريع بعدين حشوف كم حدا رافع اليه اوكي بنجع نحكي بشكل سريع عن باروميتر فيلزي زي ما حكيت انا عندي جهازين بالكتاب جايب اللي سيرته عن كيف انا بعد رئيس الضغط الجوي يا باروميتر زي بقي وحكي ما فيه كفاية وشبعنا عنه وباروميتر فيلزي باروميتر فيلزي ما بيستخدموا فيه اي سائل عشان هيك له اسم تاني باروميتر لسائل تمام هذا الباروميتر الفلزي بيش بتميز انه سهل اه انقله وسهلني احمله وحجمه كتير صغير تمام يعني هاي مميزات الباروميتر الفلزي مقارسة بمين باروميتر اذا بقي صغير الحجم وسهلني احمله وانقله معي تمام من ايش بتكوّم بشكل عام الباروميتر الفلزي بلاحظ انه فيه عندي غرفة فلزية مرنة مفرغة من الهواء وفيه جواتها النابض ليش موجودة عندي هذا النابض مشان يقدر هاي الغرفة تتمدد تتقلص بسهولة تمام في حال كان عندي ضغط الجوي برا الغرفة عالي رح يضغط على الغرفة تبعتي فبينزلها لتحت بعد ما ينزلها لتحت رح يحرك من الرافعة تبعتي والمؤشر تبعتي بتتحرك فبيقرأ لي القراءة انه هالقدة عندي الضغط حوالين الغرفة تبعتي فيه حال كان عندي الضغط اللي برا قليل ووقتيها بالعكس بيرتفى عندي الغرفة تمام بدأ ركز متى بيرتفى متى لا ضغطة عندي قليل بيرتفى عندي الغرفة ووقتيها بيحرك من الرافعة تبعتي والمؤشر تبعتي بتغير قراءته وبقرأ وقتيها قديش عندي الضغط حاليا تمام هذا بشكل مختصر وبطريقة رائعة ولطيفة اوكي شكر خاص اوكي في سؤال داني مش كتير مفهوم اوكي خلينا اشوف الرفعين ايديهم تنسوش تعبوا التقييم تابعنا بعد ما نخلص تمام الله يعافيك اسفل دانيا سامعتيني السلام عليكم وعليكم السلام ما فهمت سؤالك مسألة سؤالي هو شو الفرق بين السنتيمتر الزق بقي وبين السنتيمتر العاد هلا انا بصير معك التالي بصير عندي ارتفاع الزقبق طبعي بوحدة سنتيمتر يعني انا بقيس الارتفاع طبعه بوحدة سنتيمتر تمام بس لما يسألني قديش الضغط حكالي انه في انه هيك قياس تاني او معيار تاني عشان اعرف قديش الضغط عندي بمسك الطول تبعت الزقبق وبحكي الضغط تبعه سنتيمتر زقبق انه انا عندي زقبق وارتفع هذا الارتفاع بهاي الممطقة تبعتي ما بعض في سنتيمتر ولا لا يعني هلأ السنتيمتر بقيس طول تمام بس قديش الضغط بهديك المنطقة بحكي قديش طولها وشو المادة تبعتي فطولها كان بوحدة سنتيمتر والزقبقي لانه استخدمت الزقبقي يعني لو انه استخدمت مادة تانية ما بقدرش استخدم بوحدة سنتيمتر زقبقي تمام تمام اوكي او او اوكي هاي دانية ردينا عليها اي حدا مش معبي التقييم يعبي هلأ ضروري تمام واي حدا عنده سؤال انا ما لحقت اني اجاوبه وبدو يشكر شكر خاص يشكرني برضو من خلال الفورم تمام بس ضروري تعبوا الفورم تبعنا في دانية اكتب من دانية ولا نفس دانية ميس اي ميس ميس انا هسا دخلت على الحصة دقيقة دانية دانية دقيقة اه ما رح بالعكس انا اكترم كيفة مبسوطة عشان هيك تحكت اوكي دانية تفضلي هلأ فتت على الحصة اه هسا فتت على الحصة لانه اه صحيت بتأخر ان شاء الله طيب تقدر تحضر البث تبعنا ان شاء الله على اليوتيوب تمام تمام وحاول سبعين امرات الجاي يحطوا منبهات تمام 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 اوكي اللي معه بتقييم يعبيه ما ينسى وان شاء الله مرة الجاي بنكمل نحكي عن المانوميتر تمام اوكي الحمد لله هاي في ناس فاهمة لطيف وهيني عم بحاول اشوف بشكل سريع من ممكن اسمع صوت قبل ما يخلص البث تبعنا ما احلاكم العفو ما تنسوا تعبوا الفورم تمام ما رح زعلت عم جد ما رح تطلعيش انتو اللي بتجننو اوكي اللي لا شكلها غيرت رأيها نشوف شانا ميس اه يا جنا اه في مثال اربعة جيم ما فهمتني اه شانك طلعت شكو انت تألت مانتو تمام هلأ حط زبطك ميوت اوكي اه بالمثال اربعة جيم بيحكيلي شو بيصير الارتفاع عمود الزئبق لما استخدم البروميتر هذا لما اطلع الجبل هلا انا حكيت لكم لما اكون على سطح الارض بيكون وزن العمود جدا كبير لما اروح على الجبل بقل من طول عمود الغلاف الجوي اللي هو هاد كل هاد الارتفاع لما اطلعت على الجبل صار اقل مقارة بمين بسطح الارض صح معناته الضغط على سطح الارض رح يكون كبير مقارة بالضغط على الجبل طالما كان عندي الارتفاع معين للزئبق تابعي لما امسك هذا الزئبق ووديه البروميتر الزئبقي ووديه على الجبل الارتفاع تابعه رح يقل لانه الضغط بهديك المنطقة قلت فهمت علي جنة اه فهمي تمام 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 اوكي ام ضل معنا دقيقة اي حدا ما ام جوابته بعتذر منكم ام واي حدا ما عبي الفورم يعبي الفورم سواء باشي ايجابي او ايجابي او ايجابي حمت قبل التنين ام بتمنى تكونوا فهمتوا كل ايش نحكي اليوم وكل شي ان شاء الله رح ينزل على اليوتيوب اه بعتذر ان فيه سؤال ما جاوبته اي سؤال ما لاحقتني اجاوبه بتقدر تكتبوه بالفورم وان شاء الله مرات الجاي انا بجاوبكم عليه تمام او ممكن من خلال الجروب تنزل السؤال هناك وبجاوبكم وبجاوبكم عليه اوكي اه بعد ذلك ما بدر اسمع كمان حدا انو خلص الوقت اه بستناكم على الفورمات على الفورمات بستناكم بالفورم تابعنا تمام نراكم ان شاء الله بالبس الجاي اه خاصية سين جيم للفيزياء لسه ما تفعلت وما راح تزعليش ان شاء الله بتفعل لقدام انه المادة تلفزياء يعني طبيعة الاسئلة انها تنحط وطريقة كيف نجاوبها بدها نمط معين فمشان هيك لسه مش موجود تمام ممكن من خلال الفورم حاليا تسألوني او من خلال الجروب اللي تفعلنا فيه اليوم تمام بعتذر من اي حدا ما قدرتني احكي معه وما قدرتني اسمع سؤاله اكتب ملاحظاتكم ضروري بالفورم عم تبعثوا هلا كتير فانا صعبني اجاوب ونراكم ان شاء الله مرة القادمة ماشي يلا الى اللقاء